يستمر والدى جوليو ريجيني الطالب الإيطالي الذي قتل خلال رحلة بحث في القاهرة بالدفع باتجاه التوصل إلى حقائق ليس فقط من أجل ابنهما بل من أجل آلاف المصريين ممن اختفوا وعذبوا على أيدي القوات الأمنية وفق وصف صحيفة الجارديان البريطانية رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قال إن المحاكمة من المتوقع أن تصل لحقيقة مروعة بشأن اختفاء جوليو ريجيني عام 2016 ليعثر عليه قتيلا على جانب الطريق مدموغا بعلامات تعذيب تأتي تسريحات كونتي بعد بيان سابق مطلع الشهر وصفته أسرة ريجيني بأحدث صفعة على وجهها إذ رغم السجال الطويل حول القضية بين روما والقاهرة عادت العلاقات تدريجيا وكان بيان وقتها لروما ذكر بأن القضية ضد عدد من رجال الأمن المصريين لا تنطوي على أي تورط للدولة المصرية أو مؤسساتها الدعوات المتتالية لمعرفة الحقيقة حول مقتل ريجيني لم تتراجع في إيطاليا من البداية حتى أعلن الادعاء العام الإيطالي نتائجا هامة أخيرا الاتهامات تظهر تورط بعض كبار أعضاء الأجهزة الأمنية المصرية منهم اللواء الطارق صابر والعقيد أركام المحمد والنقيب حسام حلمي المشتبه في قيامهم باختطاف ريجيني إضافة إلى الرائد مجدي عبد العال شريف المتهم بالقتل العمد صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن شاهد زعم أنه سمع محادثة بين الرائد الشريف ورجل أمن كيني في صيف عام 2017 إن الشريف تفخر فيها باختطاف ريجيني وضربه للحصول على معلومات معتقدا أنه جاسوس أجنبي أما السلطات المصرية فتلزم الصمت بعد أعلان رسمي سابق بإقفال ملف مقتل ريجيني الذي يعود للواجهة مرة تلو أخرى على يد المدافعين عن العدالة في قضيته